نعم تحية طيبة لك حسن والسادة المشاهدين نعم كيف يبدو المشهد اليوم ويبدو من خلفك هذا العمل متواصل ولكن ثمانية أيام عمل مستمر على مدار اللحظة في جنين التي تعرضت وتتعرض لهذا العدوان الإسرائيلي البشع نعم حسن يعني تعقيبا على تقرير الزميل بكر عبدالحق من عمارة الفارس التي خربها الاحتلال لصيلة ودمرها هنا أيضا تتكشف آثار الدمار والخراب الذي خلفه الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة ونحن هنا في الواقع لا نبعد كثيرا عن عمارة الفارس التي تحدث عنها الزميل عبدالحق هنا هذه المنطقة حسن هي المنطقة الرابطة ما بين مخيم جنين إلى هذه الجهة وعلى الجانب الآخر هنا حي الجابريات هذه المنطقة كانت منطقة عسكرية مغلقة وكان هناك انتشار كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مختلف أنحائها وبالتالي كان هناك أيضا جرفات الاحتلال التي عملت على مدار الساعة في تخريب البنية التحتية هذه الصورة من خلفي حسن هنا نشاهد طاكم بلدية جنين يعملون على إصلاح الخط الرئيس هذا الخط الرئيس الذي يغذي مدينة جنين ومخيم جنين بنسبة 100% الآن هناك تم إصلاح أحد هذه النبيب أو الخطوط المغذية بالمياه لمخيم جنين ومدينة جنين والآن يتم العمل على إصلاح الخط الثاني بعدما خربته جرفات الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي الوضع تدريجيا يعود إلى سابق عهدي نتيجة هذا الجهد الكبير الذي تمثله بلدية جنين وكل المؤسسات المختصة في داخل محافظة جنين من أجل تخفيف حقيقة من حدة هذه الأزمة التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي وهذا الضغط الكبير على كاهل بلدية جنين وكل المؤسسات في المحافظة نتيجة هذا الخراب والدمار الكبير الذي خلفه سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع حسن مع رئيس بلدية جنين نضال عبيدي مرحب فيك أستاذ نضال أهل وسهلا فيك سعد مساك في هذا اللقاء عبر تلفزيون فلسطين بداية نضاياتكم العافية جهود جبارة في هذه الساعة المتأخرة من الليل يعمل الطاقم بكل إمكانياته من أجل عدد خط المياه والمياه مصدر أساسي لحياة المواطنين في مدينة جنين ومخيم جنين يعني بداية نرحم للشهداء والشفاء الجرحى ونتمنى السلامة للجميع يعني هذا حالنا مع الاحتلال الإسرائيلي هذا يعني حالنا مع الجيش الإسرائيلي هذا حالنا مع جنين التي تحترك ولا تستسلم إحنا يعني هذه الآن بدأت عجلة الأعمار في مدينة جنين ومخيم جنين برغم وجود الاحتلال ورغم وجود الجرافات الإسرائيلية والألات العسكرية الإسرائيلية هذا الخط الناكل الأساسي اللي بغذي يعني جزء كبير وكبير جدا من مدينة جنين تم إصلاحه لأكثر من 18 مرة وفي كل مرة يتم تخريب هذا الخط هذا الخط أساسي جدا وحيوي جدا للمدينة تم تخريبه 18 مرة وتم تصديحه 18 مرة والآن في هذه المرة أيضا تم تخريبه والآن نعيد ترميمه وإصلاحه من جديد هذا الاحتلال يعلم جيدا أهمية هذا الخط المياه الناكل هذا الخط دائما الكوات الإسرائيلية أول ما بتبدأ تبدأ في الخط الذي يعني محاذي لمستشفى جنين بضرب الخطوط المياه الرئيسي الموجودة بجانب مستشفى جنين وأيضا تلجأ إلى هذا الخط فيها خطوط هي دائما تعتمد وتعمد إلى ضرب الخطوط الرئيسي وخاصة خطوط المياه وبالإضافة إلى تخريب شبكات الكهرباء وإحنا يعني في بلدية جنين وشركة كهرباء الشمال تكبدنا الكثير من الخسائر جراء هذه الممارسات الإسرائيلية وأنا بأكد أنه كنا نقول 70% اليوم أكثر من 80% من شوارع جنين قد أبيدت ويعني طبعا هذه الشوارع ويتخللها يعني خطوط المياه خطوط الصرف الصحي بنية تحتية كاملة تمت إبادتها وأحنا لما حكينا أنه يعني جنين أصاب زلزال هو حقيقة أصاب زلزال انظر إلى الحي الشرقي انظر إلى مخيم جنين وانظر حتى إلى المربع التجاري المربع التجاري الذي ليس فيه أي شيء أي مظهر من مظاهر يعني طبعا هم دائما بحاولوا أنه فكرة الصمود وفكرة التحدي وفكرة المقاومة الموجودة عند الشعب الفلسطيني يعني بحاولوا أنهم يعني يكسروا من هاي المعنويات ولكن يعني شعبنا ما زال فيها النفس وما زال في عنده الكوة اللي جابه هاي الآلة العسكرية من جابهها بالعمل من جابهها بالإصرار من جابهها في التكاتف اللي ما بيننا والتعاضد اللي ما بيننا كشعب فلسطيني يعني بالرغم من التكاليف الباهضة التي تفقي الكاهل بلدية جنين وكل المؤسسات في المحافظة اليوم كان هناك اجتماع مع وزير الحكم المحلي مع كل رؤساء المجالس والبلديات في محافظة جنين من أجل وضع خطة وآليات للعمل في اليوم التالي ما بعد الانسحاب انسحاب قوات الاحتلالة الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيم جنين نعم احنا يعني كان فيه اجتماع مسبق مع محافظة جنين والان وكان فيه اجتماع قبله ايضا مع رئيس لجنة الاعمار الأخ محي الدين العارضة والاجتماع اليوم اللي كان مع وزير الحكم المحلي يعني كانت المؤشرات يعني انه الاستعدادات استعدادات نحن احنا يعني بصراحة ما بننتظر لأخروج الاحتلال احنا في عنا خطة يعني اعدتها بلدية جنين بالتشاور مع اخواننا في المحافظة في الحكم المحلي مع الاشغال العامة مع الدفاع المدني مع كل شركاء المعنيين واحنا يعني اعددنا هاي الخطة الكاملة اللي هي بتتضمن يعني تحديد مسارات معينة مع مقاولين ومع اصحاب يعني شركات اللي يقدروا يقوموا بالحمل بطريقة يعني منسكة وبطريقة مرتبة وايضا يعني بعمليات ما تطول كتير على المواطنين ونحنا يعني حسب كل هاي المعطيات استاذ نظال الفترة الزمنية المتوقعة لعادة تأهيل كل ما خربه الاحتلال الاسرائيلي يعني احنا الوقت يعني ممكن يعني ما يسعفنا كتير بخصوص انه احنا في عنا مثلا الحي الشرقي الحي الشرقي ضروري جدا انه قبل اي عملية اصلاح انه في هناك البنية التحتية تمت ابادتها يعني انت بدك ترجع لخطوط مياه من جديد خطوط صرف صحي من جديد ومن ثم تنتقل الى مرحلة اعمار الشوارع وانا تسليكها للمواطنين واحنا في عنا مشكلتين يعني مشكلة انه احنا مكبلين على يعني بداية عام دراسي جديد وهذه يعني بتطلب انه احنا يعني يعني نراعي ظروف الاطفال وظروف طلاب المدارس وظروف المعلمين وهي حركة علمية يعني كاملة وايضا يعني ممكن نكون احنا مكبلين على فصل الشتاء لذلك احنا رايح يكون في هناك عجلي من امرنا وانه احنا نتعامل مع المكاولين ولكن الاجتماع اليوم كانت يعني بلديات المحيطة في جنين ويعني مشكورة جدا انه الكل عرض خدماته وعرض مساعدته اللي عنده آليات واللي عنده اي شيء ممكن نقدم وضع في الكطاع الخاص طبعا دائما الكطاع الخاص يعني موجود بالساحة ودائما موجود وحاضر احنا ما منترك اي شيء الا منتعاون مع الجميع وبنحاول انه يكون قدر الامكان التناغم اللي ما بيننا احنا في المنطقة وانا بشكر كل الناس سواء كان كطاع خاص او كطاع عام او حتى هيئات محلية اللي بتشارك وبتدعم مدينة جنين وبلدية جنين في عملية العمار الموجودة لان فيما يتعلق بهذا الخط الرئيسي المغذي لمخيم جنين ومدينة جنين هل هناك خطوط اخرى يتم العمل عليها او تم اصلاحها وهذا فقط الخط الاخير نعم الكثير من الخطوط احنا عنا خطوط كثير جدا خطوط كثير جدا تم ابادتها وتم ضربها وتم يعني الاضرار بها بشكل كبير هذا الخط يعني هو الخط الرابع الذي نكون فيه بهذا الشكل احنا في عنا خطوط يعني سلأة مثل ما ذكرت اسلفت سابقا الخط الاساسي ايضا الخط مستشفى جنين احنا قبل يومين فقط يعني رجعنا خطوط المياه لمستشفى جنين وخطوط الكهرباء طبعا مشكورين شركة الكهرباء والآن هذا الخط يعني هو مغذي الآن راح ننتقل للمرحلة الأخرى اللي هي مرحلة يعني الخطوط اللي أكل من هيك الفرعية أو الفرعية اللي لها علاقة بالبيوت الخطوط ما ضل في عندنا خطوط إلا تم ضربها وتم استهدافها وهذه هي عملية استنزاف من الكوة الإسرائيلية حتى إنها يعني تحاول إنها تنهك المجتمع المحلي بأعباء وبمشاهد سياسة العقاب الجماعي بتكون في الكوات الإسرائيلية. أشكرك جزيلا الشكر أستاذ نضال عبيدي رئيس بلدية الجنين على هذه المشاركة. أشكرا جزيلا لك إذن حسن هذه هي الصورة هنا حقيقة في هذه المنطقة. كما تحدثت الرابطة بين مخيم جين وحتى هذه اللحظة ما تزال كوات الاحتلال الإسرائيلي في داخل مخيم جينين أيضا في منطقة مستشفى بن سينة ومستشفى جينين الحكومية تحاصر هذه المناطق وتعمل في محيطها وداخل المخيم حتى هذه اللحظة. هناك نسبة انسحاب لقوات الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول وحتى هذه اللحظة. هناك عشرات الأليات العسكرية ومئات الجنود داخل مدينة جين. لكن اليوم نتحدث عن 80% من هذه الكوات والأليات انسحبت من داخل مدينة جينين ومن مخيم جينين. قرابة 20% ما تزال حتى هذه اللحظة في مخيم جينين ومستشفى جينين الحكومي ومستشفى بن سينة. نسأل الله طبعا أن نكون خلال هذه الساعات المقبلة أن يكون هناك انسحاب وشيق لقوات الاحتلال الإسرائيلي حتى يستطيع المواطنون هنا في محافظة جينين أن يتنفسوا الصعداء بعد هذا الثقل الكبير على كاهلهم نتيجة هذا الاقتحام والحصار الذي قطع عنهم كل أنواع الأغذية والدواء والعلاج وكل ما يتعلق بمكومات الحياة اليومية قطعها الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي شهدنا اليوم هناك حركات ولكن تحت خطر إطلاق الرصاص من كفة الكوات الاحتلال الإسرائيلي. تحركات للمواطنين محدودة وخلصة يحاولون الوصول إلى المحال التجارية وإلى بعض الصيدليات التي فتحت أبوابها أيضا مخاطرة وبالتالي الوضع الآن نتحدث عن هناك انفراجة بسيطة في حياة المواطنين في محافظة جينين. ولكن الوضع ما زال حتى هذه اللحظة صعب. وكما نشاهد في هذه الصورة وفي الصور السابقة التي تحدثنا عنها خلال الرسائل السابقة عن حجم الدمار الكبير والهائل. تحدثنا هنا رئيس بلدية جينين عن أن هناك بحاجة إلى شهر. ولكن حقيقة الوضع على أرض الواقع صعب جدا. وحجم الدمار كبير وهائل خاصة في منطقة الحية الشرقي وداخل المخيم جينين. الذي لا نستطيع حتى هذه اللحظة أن نطلع ونعرف ما يدور داخل مخيم جينين وحجم الدمار والخراب. هناك منازل بأكملها دمرت وخربت في داخل المخيم. شوارع بأكملها وبالتالي الوضع الكارثي حقيقة وبحاجة إلى تضافر كل الجهود من أجل يعني إعادة الحياة إلى طبيعتها. نتيجة هذا العدوان الذي استمر ثمائية أيام. وحتى هذه اللحظة هو مستمر حقيقة. ولكن أكل وطيرة من سابقين. نعم ونحن نشكرك أيضا أنت والزملاء طاقم العمل في جينين تتابعنا على مدار اللحظة هذا العدوان الإسرائيلي ونشكر أيضا هذه السواعد التي تبني من أجل الوطن رغم حلول الظلام ووجود أيضا جيش الإحتراء وعدوان المستمر والمتواصل إلا أن هذه الطواقم الطوارئ في بلدية جينين تواصل عمل وعدد قطوط المياه للمواطن رغم هذه الساعة المتأخرة من الليل. شكرا جزيلا لكم